السؤال الأول هل يجوز زواج المسلم من غير المسلمة من أهل كتاب إنسان المسيحية أو غير ذلك وإن كان يجوز فما هي الأدلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما جواز المسلم من النصرانية أو اليهودية وهي باقية على نصرانيتها أو يهوديتها فإذا كانت عفيفة جهة ذلك لقول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعم الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعمكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يهودية فبلغاه أن عمر استنكر ذلك فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو قال لا ولكني خشيت أن تتعاطوا المؤمسات منهن أما النقاب فالأمر فيه خلاف بين وجوبه واستحبابه وأختار الرأي القائل بوجوبه أما ما ذكرته من خوفك المتواصل من النار فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاعتقاد الوسط في كل الأحوال الاعتقاد الوسط الذي هو سبيل أهل السنة والجماعة فاكثره من ذكر الله ولا تيأسه أبدا من رحمة الله فكما أن هناك نار هناك جنة وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد والله أعلم